اذا كان تحرير العراقي عند البعض او احتلاله عند البعض الاخر او تحريره من خلال الاحتلال فالخلاصة ان النظام تغير وبغداد مرت عليها 14 عاما شهدت ما شهدته من احداث كانت معظمها مؤلمة وهي تتعايش مع نظام ديمقراطي جديد لم تعده من قبل ولا زالت تبحث عن اعمار وبنى تحتية واستقرار وخدمات وعما يخاف عليها ويخشى اذيتها 14 عاما يتذكر فيها العراقيون الحرب الامريكية على العراق التي انهت نظاما سياسيا واتت بنظاما جديد والى الان يأمل الجميع ان ينهض بالبلاد ويحقق احلام شعب ذا قويلات الحروب والعنف والتدمير اليوم يعني بعد 14 عام من تغيير النظام لم نجني سوى الثرثرة التي كانت ممنوعة على العراقيين يعني في السابق كنا ممنوعين من الكلام اليوم الاكثر ناس بالعالم يتكلمونهم العراقيين والاضافة للسياسيين دون تنفيذ على ارض الواقع 14 عام خالية من الخدمات خالية من التقدم الثقافي وخالية من التقدم الامني وخالية من التقدم ايضا الفكري هذه 14 عام اعتبرها يعني اعوام سوداء يعني تحولنا من نظام ديكتاتوري الى نظام لصوصي شنا نتمنى انه الفرحة طول لكن الفرحة للأسف يعني ما طالت هو يمكن اشهر ان له رجع الدهور الوضع الامني بالجديد دخلوا تنظيمات ارهابية من القاعدة واليوم داعش يعني احنا نتمنى انه هذا اليوم نحتفل بيه اليوم بعض المحافظات عطلت وبعض ثاني لا بحيث وكأنه السياسة العامة للبلد ما تعرف انه هذا اليوم هو مناسبة يعني مناسبة فعلية هي لتحرير العراق ام هي تغيير النظام يعني مجرد حبر على ورق له شنو نظام رحل واخر جاء وليس هذا ما يهتم به العراقيون بعد اليوم على حد قولهم فجل اهتمامهم ان يكون العراق مستقرا ويتخلصون من الارهاب الذي ضرب البلاد واستهدف الابرياء والانتهاء شيئا فشيئا مما خلفته الحروب ومن السياسات الخاطئة التي اثرت بشكل سلبي على امن المواطنين مع شديد الاسف اليوم تمر هذه الذكرى ذكرى التسعة نيسان والبلاد على ابواب التقسيم اليوم الدولة الكردية او الاقليم الحكومة الكردية اليوم تريد ان تتحول الى دولة كردية اليوم نرى لربما هناك انقسامات في المستقبل سيما مع وجود الدعوات الى تقسيم البلاد الى اقاليم ايضا الى دولة كردية هذه اليوم الذكرى تمر وهناك لربما نشهد انقسامات سياسية بالاضافة الى انها تمر ايضا البلاد تمر بازمة حادة اقتصادية منها التقشف والتي دعت الحكومة العراقية الى التوجه للقروض العالمية وبالتالي نحن اليوم نمر ولا نعلم ما الذي سيجري فيه المستقبل من سقوط بغداد لحدها السيء اشوف المواطن ما استفادن كل شي لا من مشاريع زادت العباط البطالة زاد المجاعة التهجير القتل كذا فاحنا بالنسبة للحكومة مالتنا على الحكومة مالتنا ان تغير المنهج مالتها من هذه السنة اللي بدت بها 14 سنة العراق مستبشر اي خير من خلال وجود هؤلاء السياسيين الفاشلين الذين سرقوا اموال الشعب العراقي 13 سنة جور 13 سنة قهار 13 سنة تهجير 13 سنة عدم خدمات 13 سنة طائفية 13 سنة بطالة يعني لو ان يودون العراق ولان العنف يلاحق المواطنين منذ عوام فالانظار والامنيات تتجهن هو عراق جديد زاهر باهله مفعم باقتصاد قوي يبني من خلاله اجيالا بعقول باهرة تعمل على خدمة الوطن عراق فاعل في المنطقة العربية والمحافل الدولية عراق يستعيد امجاده بالثقافة والادب وعلى المستويات كافة كما كان في سابق عهده عندما سطر اروع الملاحم الثقافية والادبية التي انبثقت